اشتركوا في القناة قبل ما نبدأ اتمنى انك تشترك في القناة لو ما كنت مشترك وتفعل جرس التنبيهات اللهبي عشان يوصلك كل شي جديد عن القناة يلا نخش في المقطع في اليومين اللي راحت انتشرت تسريبات جامدة من مصدر جيد في موقع ريديت عموما هي تبقى تسريبات يعني ممكن تكون صحيحة ممكن تكون خاطئة فلا تستعجل بالحكم ممكن كل المعلومات اللي تسربت تكون صحيحة ممكن تكون كلها خاطئة فما في اي شي مؤكد ورسمي لحد الان حلوين كلها تسريبات اولا المقالة وضعت في قائمة تسريبات الالعاب في موقع ريديت عن طريق حساب اسمه جاك لاينتار 1982 طبعا بدأ المقالة بقول انه لدي صديقين يعملون لدى شركة كوتاكو وبي سي جيمر سربوا هذه المعلومات والتسريبات لي وايضا لدي صديق يعمل لدى روكستار حاليا وهو لا يريد ان يؤكد هذه المعلومات ولا يريد ايضا ان يكذبها وينفيها لكن لما كلمت عن هذه التسريبات كان يضحك ويقول انت تعرف اني ما استطيع ان اتحدث اكثر في هذه الامور فاحتمال الصحة هنا تقريبا 50 الى 40% اول تسريب لعبة جي تي اي سيكس تحت التطوير والانشاء منذ عام 2012 يعني قبل اطلاق لعبة جي تي اي في بسنة كاملة لكن فريق الانتاج بدأ فعليا في العمل الحقيقي والرئيسي على اللعبة في منتصف عام 2015 طبعا هذا التسريب في له نوع من الصحة لان مشروع لعبة جي تي اي جديدة لازم يكون شغل محترم وقوي فطبيعي جدا تشوف روكستار تشتغل على جي تي اي سيكس من 2012 بش هي جدا طبيعي وتسريب نوعا ما معقول ثانيا روكستار تستخدم جميع استيديوهاتها في تكريس لعبة جي تي اي سيكس ردد ريدمشين 2 تقريبا استخدموا من ثلاثة استيديوهات الى ثمانية استيديوهات لتكريس لعبة ردد ريدمشين 2 لكن لعبة جي تي اي سيكس استخدموا جميع استيديوهاتهم يعني رح تشوف شي ثقيل ومحترم صح ثالث تسريب يقول جي تي اي سيكس رح تكون في مدينة الفايس سيتي واضافة رح يكون في مكان جديد كليا وهي مدينة الريو دي جي نيرو في البرازيل وهناك بعض المهمات رح تكون في مدينة اللي بيرتي سيتي بينغوسين عالم غير مفتوح زي المنطقة الثلجية في جي تي اي في وهناك شائعات ايضا عن وجود مهمات في كوبا لست متأكد حلوين حلوين طبعا هذا التسريب يقوي ويؤكد تسريب سابق قد تكلمنا عنه وهو انه جي تي اي سيكس رح تكون في مدينة الفايس سيتي لكن بما انك رح تتعامل في المخدرات والكارتيلز وعصاباته زي كذا فممكن بعض المهمات رح تكون في اماكن جنوب امريكا زي ريو دي جي نيرو في البرازيل وايضا مثلا زي كوبا وغيرها وعلى نفس الشاكلة ايضا بعض المهمات رح تكون في مدينة الليبرتي سيتي لكن قلنا بين قوسين انه مدينة الليبرتي سيتي ما رح نقدر نستكشفها وتكون عالم مفتوح زي المنطقة الثلجية في جي تي اي في لو تفتكرون كانت فقط مهمة هناك بعدها خلاص ما نقدر نرجع لها اتوقع الليبرتي سيتي رح تكون على نفس الشاكلة اللي بعده جي تي اي سيكس ما رح تكون واقعية جدا وبتفاصيل كثيرة زي ردي دي دي ديمشين 2 خلينا اوضح لك الموضوع اللعبة رح تكون واقعية الى اخر درجة والاتقان فيها رح يكون فل الفل لكن قصدهم في هذه النقطة انه جي تي اي سيكس ما رح تكون زي ردي دي ديمشين في الواقعية والتفاصيل زي مثلا في جي تي اي سيكس ما رح تحتاج انك تقص شعرك بين فترة وفترة ما رح تحتاج انك تأكل لاعبك وتهتم فيه عشان ما يمرض وزي كذا فهمتوا كيف يعني رح تكون زي بقية سلسلة جي تي اي سواء اهتميت في الشخصية او ما اهتميت فيها هو رح يستمر بنفسه وما رح يتضرر طيب اللي بعده تسريب جامد ويقول انه البطل رح يكون شخصية واحدة ورح يكون رجل وليس امرأة زي ما سرب سابقا يعني رح تكون عندنا شخصية واحدة ورح يكون رجال وما في يعني تبديل بين الشخصيات جايز جي تي اي في كان ثلاثة شخصيات وكنا نبدل فيها جي تي اي سيكس شخصية واحدة فقط اللي بعده فترة القصة واللعبة رح تكون ما بين عام 1970 الى عام 1980 يعني انت رح تتكلم عن الفترة القديمة سيارات كلاسيكية فخمة مع تفاصيل حديدية حلوة وجنز شارلستن مولع كذا عندي سؤال لكم يا الهبيين هل تحبون الالعاب اللي تكون في الفترة القديمة والسابقة او انكم تحبون اللعبة تكون في الفترة الحديثة وسيارات جديدة وزي كذا شاركوني اراءكم في خانة التعليقات التسريب اللي بعده رح يعطيك فكرة عامة عن قصة اللعبة ورح يكون كالتالي رح تبدأ بشخصية متواضعة تعمل في ترويج المخدرات والمخدرات واسمها ريكاردو وهناك شخصية اخرى مساعدة له وهي كيسي بداية الشخصية كانت تبيع وتروج المخدرات في مدينة الفايس سيتي بعدها يطور الموضوع اكبر ويصبح في امريكا الجنوبية ورح يستمر الوضع لحد ما يقابل كبار التجار والمروجين وبعدها تبدأ وتتسلسل القصة وايضا التسريب قال انه رح يكون فيه سجن كبير جدا ورح يكون جزء من القصة واو 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 قصة رهيبة تبدأ كشخصية يعني في الارض لا شيء جدا سيئة ما عندها اي حاجة بعدها تتطور وتبني طريقها عشان تصير واحدة من اكبر الشخصيات في المدينة قصة رهيبة وشيقة لكن اللي جذب انتباهي في التسريب هو وجود السجن فهل تتوقعون انه مثلا شخصيتنا راح تنسجن في سجن معين ممكن يكون الكترازة وحاجة زي كذا وهذه الشخصية او اصحاب الشخصية يحاولون انهم يطلعونها فشاركوني اراءكم في خانة التعليقات حول هذه النقطة اللي بعده نظام الشابترات والفصول راح تكون موجودة في جي تي اي سيكس يعني زي نظام ريد اي دي ريد اي ديمشن 2 بالنسبة لي انا صراحة نظام الشابترات ما عجبني في ريد اي ديمشن 2 فاتمنى انهم ما يحطونه في جي تي اي سيكس يعني نظام الشابترات يعني يحسسك انه خلاص وصلت شابتر معين ترى هنا النهاية عكس انه ما يقولك شابترات فيه يعني مثلا تلعب 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 وانت ما حبكت القصة توصل للنهاية عرفتوا كيف روكستار راح تهتم بشكل كبير جدا بالاجواء وعلى حسب هذا التسريب جي تي اي سيكس راح تكون فيها اعصارات وزلازل وغيرها قصة جي تي اي سيكس راح تكون مشابهة جدا للمسلسل الشهير ناركوس واللي ما يعرف ناركوس بكل بساطة زعيم عصابة عظيم شغال زي اللهب والاف بي اي والشرطة وزي كذا يلاحقونه ويبغون يمسكونه فقصة جي تي اي سيكس راح تكون مشابهة لمسلسل ناركوس اوه شي تي اي سيكس راح تكون على اللاعب فقط يعني راح تكون عندك اسلحة محدودة زي ريد ريدمشن 2 مثلا في ظهرك راح يكون معاكر الشاش وشوتقن وفي جيبينك راح يكون مثلا عندك فردين صراحة هذا شي حلو وفي نفس الوقت سلبي حنا تعودنا من البداية انه البطل يكون يعني معبب الاسلحة فجأة من جيب ويطلع لك ار بي جي من الجيب الثاني يطلع لك قمبلة من ظهر ويطلع لك رشاش تعودنا على سلسلة جي تي اي زي كذا لكن في نفس الوقت انت تتكلم عن لعبة حديثة وعلى الجيل الجديد فمن غير الواقعي انك تخلي البطل يطلع ار بي جي من جيبه الشخصية راح تكون لها سيارة خاصة زي جي تي اي في وهذه السيارة راح تكون مشابهة جدا لسرج الحصان فريد دريديمشين 2 في سيارتك راح تكون جميع اسلحتك وادواتك ودروعك وغيرها وايضا في نقطة اخرى لما تلبس الدرع راح يظهر فعلا على جسد اللاعب مو فقط راح يكون مخفي زي جي تي اي في ايش راي يكون في هذه النقطة وفي النقطة اللي قبلها اتوقع زعلت منها صح وفي نقطة مهمة جدا لعبة جي تي اي سيكس راح تضم عدد كبير جدا من الترجمات خصوصا انه اللعبة راح تكون فيها شخصيات برازيلية واسبانية وتشيلية وغيرها فسؤالنا هل جي تي اي سيكس اخيرا راح تترجم الى العربية او لا اتمنى ذلك واذا ما ترجمت نسوي عليهم حملة زي اللهب نطالب فيها بالعربي التسريب اللي بعده لعبة جي تي اي سيكس راح تتوفر للجيل الجديد فقط انت تتكلم عن بي اس فايف وبروجيك سكارلت ولن تتوفر لعبة جي تي اي سيكس على البلستيشن فور والإكس بوكس ون وفي النقطة الاخيرة قال انه في لعبة اخرى من روكستار يتم تطويرها مع جي تي اي سيكس وقال بين قوسين بولي 2 واو اي لعبة من الثنتين راح تنزل لنا في الفترة القادمة راح يكون شي عظيم جدا طبعا قال عن لعبة بولي 2 انها راح تكون هذه المرة في الجامعة وليست في الثانوية اتوقع واتمنى صراحة انه بولي 2 تكون على الجيل الحالي بينما جي تي اي سيكس تكون على الجيل القادم والجديد زي ما شفتوا تسريبات جامدة بعضها نوعا ما قوي وبعضها لا لكن زي ما قلت لكم هي فقط مجرد تسريبات ممكن تكون صح ممكن تكون خطأ ما تقدر تصدقها وما تقدر ايضا تكذبها طيب يا لهبيين شاركونا اراءكم في خانة التعليقات على هذه التسريبات وايضا شاركونا على النقاط اللي قلت لكم اكتبولي اراءكم طيب بكذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حطوا لايك اللي يجيكم هده الان يدمر لكم الجبهة وما تنزل لكم جي تي اي سيكس ها يلا سلام عليكم اشتركوا في القناة